يستعمل النحل لبناء البيوت الملكية الشمع ممزوجاً بحبوب اللقاح ويكون البيت الملكي على شكل حبة الفول السوداني بقشرتها وهي متدلية من القرص الشمعي عمودياً إلى الأسفل ومتوسط طولها 2.5 سنتيمتر وقطرها حوالي 9 ميلي متر وأسباب بناء النحل للبيوت الملكية محددة إما لحاجتها لاستدال الملكة لكبر سنها أو لعدم خصوبتها في إنتاج البيض رغم حداثة سنها أو لفقدان الملكة وعدم وجودها بالخلية لسبب من الأسباب أو لرغبة النحل بالتطريد لأسباب تدفعه لذلك وقد يضطر مربي النحل لمنع التطريد بأن يقوم بإزالة البيوت الملكية إلا أن وجود بيوت ملكية ليس في كل الأحوال دليل على رغبة النحل في التطريد فقد يقوم بذلك من أجل استدال الملكة بملكة منتازة أو لتعويض ملكة مفقودة مما يكون لإزالة البيوت الملكية ضرر بالغ بالخلية وبقوة الطائفة وفيما يلي سنتعرف معاً على أفضل البيوت الملكية صفاتها ومميزاتها أولاً البيت الملكي ذو السطح الخشن أفضل من البيت الملكي الأملس السطح حيث أن السطح الخشن يشير إلى مدى العناية التي تلقاها من الشغالات حيث تقوم بتغذية اليرقة وتجعلها عائمة في بحر من الغذاء الملكي ثانياً البيت الملكي المصنوع من شمع أبيض ناصع أفضل من ذلك المصنوع من الشمع القديم القاتم اللون حيث أن الأول يشير إلى توفر مصادر الغذاء سواء كان طبيعياً مثل الرحيق وحبوب اللقاح أو التغذية الصناعية المكثفة أثناء التربية مما يساعد على إفراز الشمع الجديد وبالتالي فإن هذا يعني أن التربية حدثت في ظل ظروف تغذية جيدة ثالثاً البيت الملكي الكبير الحجم أفضل من البيت الملكي الصغير الحجم حيث أن حجم البيت يشير إلى حجم ووزن الملكة فكلما كانت الملكة الناتجة كبيرة الحجم كان معدل أدائها الإنتاجي أفضل رابعاً كلما كانت قاعدة البيت الملكي مستديرة كلما كان ذلك أفضل لأن وجود مظهر القاعدة الغير المستديرة يدل على أن أصل البيت الملكي هو أحد العيون السداسية المخصصة للشغالات أما البيت ذو القاعدة المستديرة يدل على أنه تم إنشاؤه من أجل إنتاج الملكات حيث تلقت اليرقو المربات داخله أفضل عناية منذ فقس البيضة بداخله خامساً يمكن معرفة ما إذا كانت الملكة بداخل البيت الملكي حية أم ميتة عن طريق تعريض البيت لعكس ضوء قوي فيمكن مشاهدة حركة الملكة وهي بداخله وصلنا أحبتي إلى نهاية الفيديو ونهاية الحلقة انتظرونا في فيديو قادم دمتم في كامل الصحة والعافية